القارة الإفريقية محط الاهتمام الدولي مجدداً لجهة التحول نحو الطاقة النظيفة لكن الأرقام المتنقدة تؤشر إلى ضرورة التدخل لمساعدة القارة السمراء من هذه الأرقام أن القارة هي الأقل تلويثاً للبيئة ولكنها الأكثر تضروراً من التغير المناخي تفاصيل أكبر عن جهود التحول نحو طاقة نظيفة في إفريقيا والعقبات القائمة في هذا العرض مجدداً مع الزبيل روبير النخل تتحمل أفريقيا المسؤولية عن 4% فقط من الانبعاثات الكربونية العالمية ورغم ذلك تدفع فاتورة بيئية باهظة نتيجة التغير المناخي فما قيمة هذه الفاتورة وما الحلول المقترحة؟ يتوقع محللون أن تواجه إفريقيا زيادات كارثية في درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 2050 إذا لم يتحقق هدف الحد من الاحترار العالمي حذرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة العام الماضي من أن الانهيار الجليدي شرقي إفريقيا بأن هذه الأنهار الجليدية ستختفي خدال عقدين فقط وسيواجه نحو 120 مليون إفريقي ما ينتج عن ذلك من تبعات خطرة في مقابل هذا الواقع المتشائم تمتلك القارة السمراء إمكانات تدفعها لتصدر مجال الطاقة المتجددة عالميا بقدرات إنتاجية ضخمة تصل إلى 310 جيجاوات بحلول العام 2030 من الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح كما احتلت خمس دول إفريقية الصدارة في إمكانات الطاقة المتجددة هي موزنبيق، إثيوبيا، زامبيا، كينيا وغانا واحتلت الطاقة الكهرومائية مكانة مميزة في أربع من هذه الدول فيما تفوقت الطاقة الحرارية في جانا لكن مع نقص الخبرات والموارد في القارة السمراء يمكن للدول الإفريقية الاستفادة من البند الفرعي من المادة السادسة من اتفاقية باريس المناخ للحصول على تعويضات مالية من خلال الاستثمار في مبادرات مستدامة وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحتاج إفريقيا إلى تريليوني دولار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وتريليون ومئتي مليار دولار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مشاريع تعزز المرونة المناخية على وقع هذه الوقائع يعاني في الواقع ستبائة مليون إفريقي من انقطاع الكهرباء رغم كل إمكانات الطاقة المتجددة في القارة السمراء لذلك سيعزز الاتثمار في هذه القدرات الشبكات الصغيرة عبر ربطها بالمناطق النائية والمعزولة لتوفير إمدادات الكهرباء نعود من جديد إلى شانطال